الثاني من أغسطس ذكرى غزو النظام العراقي السابق للكويت لحظة فارقة في تاريخ الخليج كان لها ما بعدها واليوم بعد 31 عاما تعود الذكرى ولكن مع عودة العراق إلى عمق العربي نتابع مرت 31 سنة على الذكرى المحفورة في عقول الخليجيين الثاني من أغسطس عام 1990 هو تاريخ البصمة الخالدة واللحظة الفارقة عندما قرر صدام حسين أن يرسل الجيش العراقي لاجتياح الكويت ويكون لهذه الخطوة ما بعدها من تداعيات ومآسي بدأ الخلاف بين البلدين قبل الاجتياح بنحو سبوعين باتهام بغداد لجارتها بقدم أراضيها وسرقة النفط من حقل الرميلة جنوبي البلاد وطالبت بتسديد نحو ملياري يورو لها ولم تنجح محاولات الدول المجاورة من تهديئة الأزمة المختلقة في العراق فأعلن صدام الغزو أرسل مئة ألف جندي مدرب على خوض الحروب فنيران التشابك مع إيران لم ينضي عليها كثيرا ويرافق هؤلاء الجنود ثلاثمائة دبابة مهيئة لتدمير كل شيء فكانت هذه القدرات العسكرية تفوق قدرات الجيش الكويتي في وقتها الذي يبلغ عدده 16 ألف رجل يومان فقط وأحقق صدام حسين مرادة بإعلان مدينة الكويت والمناطق المحيطة بها المحافظة التاسع عشر بالعراق إلا أن المكاسب توقفت والمشهد انقلب على الغازي فقد كان أشقاء الكويت قد بدأوا من اللحظة الأولى للغزو وضع التدابير لكبح جماع هذه الأطماع وعودت الكويت إلى ما كانت عليه لم يرضى أحد بخطوة صدام طالته الإدانات وأتته التحضيرات وظهر أن قراره لا رجعت فيه فانطلقت الحملة البرية لاسترداد الكويت التي نجحت في ثلاثة أيام بهزيمة الجيش العراقي ليعود إلى بغداد تارك بلد مدمرا ومنهوبا وأكثر من 750 بئرا للنفط مشتعلة واليوم يبدو أن البلدين تجاوزا الخطوة القديمة رغم استمرار دفع التكاليف من بغداد إلا أن العلاقات البينية في تحصن منذ استقلال الكويت فالعلاقات عادت في 2014 وفي 2010 سمى العراق سفيرا له لدى الكويت وكانت الأخيرة أحد أكبر المانحين للعراق في 2018 بمبلغ ملياري دولار والأمل في أن تكون حدم الفاتورة المدفوعة رادعا لكل طامع بالتغريد خارج السرب من الكويت ينضم لنا الأكاديمي والباحث السياسي دكتور عيد المناع أهلا بك دكتور عيد المناع بعد 31 عاما هل الآن للجرح أن يندمل بالنسبة للكويتيين تحياتي أخي مرح لك ولزملائك وللمشاهدين والمشاهدات العزاء يعني نأمل ذلك الحقيقة نأمل أن الأخوة في العراق يعمل ما يستطيع على أن يزيلوا على الأقل أو يخففوا من أثار الجريمة والألم الذي حل بالكويتيين إلى قبل يومين أو ثلاثة أخي مفرح يعني الكويت استردت عشرة رفات لمواطنيها الذين اختطفتهم القوات العراقية وتم إعدامهم ضمن المئات من الكويتيين الآخرين وغيرهم طبعا هذه الحقيقة تبقى الذكرى المريرة المستمرة وأثار الغزو لا تزال قائمة سواء بالحالة النفسية بالأسرة بالأرامل بالأيتام بالشهداء الذين قتلوا أمور كثيرة الحقيقة بالنهب الذي كان منذ اليوم الأول حتى بداية الحرب الجوية وهو مستمر يوميا بكل بالحقيقة حقول النفط التي حوالي 750 تم إشعالها وإحراقها وتكوين بيئة طاردة حتى للمخلوقات البحرية في البحار أمور كثيرة الحقيقة مؤلمة ومزعجة وخاصة لما تأتي من الصديق ومن الشقيق ومن القريب ومن الجار يعني ما كان فيه من يبرر القيام بهذا العدوان على الإطلاق الكلام عن أسعار النفط وعن التمدد وكل كلام فاضي وكاذب وليس له أي مبرر من الصحة يعني حتى الحكومة العراقية الجيش الغازي لما جاء لم يذكر مبررات للغزو بل ذكر أنه فيه جماعة بالكويت شباب وحرار ومدري إيش قاموا بعمل لتغيير النظام وأن جاء العراق ليساعدهم وهذا كله والله كذب وافتراء لم يكن أي شيء الكويتين طبيعتهم يختلفوا مع نظامهم يتفقوا مع نظامهم لكن عمره ما صار الحقيقة رغبة بإسقاط النظام أو تغييره أو إلى آخره ولو فرضنا حتى هذا هذا شأن داخلي ما علاقتك أنت الطرف الآخر المجاور لذلك كانت العملية مخططة ومرتبة للأسف كما يقول أحد الكتاب العراقيين منذ يمكن سبعينيات القرن الماضي وصدام عندما كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة يفكر بالوضع لكن كما يقول ذلك الكاتب أن الشايب كان يمنعه أي أحمد حسن البكر سأتي إلى موضوع التخطيط لها وهل الولايات المتحدة بريئة من ما حصل وقتها لكن في يوم الغزو نشرت صحيفة الأنباء الكويتية نص المكالمة الهاتفية التي جرت في يوم الغزو العراقي للكويت بين الملك فهدي رحمه الله والرئيس الأمريكي جورج بوش الأب ووصف الملك صدام في هذه المكالمة وقتها بأنه متغطرس ولا شيء ينفع معه سوى استخدام القوة وذكره في هذه المكالمة حرفيا بأنه كان اقترح في قمة بغداد ميثاق عدم اعتداء بين الدول العربية أي صدام حسين بالتالي هناك مقترحات نتابع من دول العربية من وقت لآخر وهناك كلام في العلن ولكن في الخفاء هناك شيء آخر دائما كلامك صحيح يعني هو نفسه صدام اقترح ميثاق لعدم الاعتداء اعتداء العرب على العرب ربما كان يقصد سوريا هو يمكن أو غيرها أو كانت الحقيقة خدعة يعني هو حتى للأمانة لما كان يجينا الملك حسين والرئيس حسن مبارك وياسر عارف كانوا ينقلون انه العملية عملية يعني تخفيض ضغط على الداخل وان شاء الله الامور ما تصل الى حد اي صراع اطلاقا العملية يعني عطوه فلوس وفكونا هذه كانت كل القصة الحقيقة والتقى الشيخ سعد الله يرحم الشيخ سعد العبدالله الصباح وعزة ابراهيم الدوري في جدة بالمملكة العربية السعودية بوساطة السعودية وتم مناقشة الامكانيات والسعودية كانت الحقيقة دفعت بهذا الاتجاه انه يعني هي تبرعت في جزء حتى كانت مستعدة لكن كان المؤفترض انه بعد جدة يكون اللقاء في بغداد وبعدها في الكويت ونصل الى حل اذا كانت العملية والله ديون وما ديون او ما شابه ذلك ولا اما انه وصل الوفد العراقي الى بغداد والوفد الكويتي الى الكويت حتى كانت القوات العراقية تجتاز الحدود طيب هل هذا كان يبحث عن حل سياسي لذلك كلام الملك فهد صحيح الملك فهد الحقيقة حتى يوم الغزو اجر اتصالات مكثبة معه وما كان يرد انه الرجل مشغول بالجبهة وإلى اخره يعني يعني انت اشقاء واهل وإلى اخره كلها العملية طيب دكتور عيد ارى ارى امامك الكثير انا بس امبره نعم ارى امامك الكثير من الاوراق والوثائق ربما الدور الامريكي وسادعك تكمل فكرتك الدور الامريكي نشرت صحيفة الدي فيلت الالمانية تقرير قالت فيه او تحدثت عن الدور الامريكي الغامض في حرب القليج واذا ما كانت السفيرة الامريكية في العراق وقت ابرل غلاسبي اعطت ضوءا اخضر لصدام لانه غلاسبي نعم غلاسبي في الفورين بوليس الامريكية ايضا المقابلة المشهورة بين صدام وغلاسبي السفيرة قالت انه ليس لديها موقف او رأي في الخلاف العراقي الكويتي الحدودي وبالتالي البعض قال لاحقا نفت حتى السفيرة وقالت انه انا حذرت مفرح افترض افترض انه احد من معارفك قال بينك وبين اخوك خلاف اغتل اخوك ولا اضرب اخوك ولا اذ اخوك تطيعه هذا منطق بالله ثم من هي هي سفيرة مجرد سفيرة وفعلا ما كان عندها لا معلومات ولا هم يحزنون اللي قالت انه ليس بين الولايات المتحدة والكويت اي اتفاقية للحماية او التدخل لكن انت رجل سياسي انت رجل سياسي مثل هذا الكلام يفهم على انه انتم وشانكم تستطيعون ان تفعلوا مع الكويت ما تريدون والولايات المتحدة لنت تتدخل انتم مشانكم صحيح انتم مشان انتم وشانكم صحيح لكن انتم وشانكم بعقل الناس الحضاريين والعقلانيين أنا بيني وبين جماعتي خلاف في عندي مؤسسات جامع العربية عندي الأمم المتحدة عندي عندي المؤتمر الإسلامي أيامها الكثير من المنظمات ممكن ألجأ إليه والله أنا أقولها لك خذها مني وسجلها على الثاني لو أن أخذ طايرته وطب في الرياض وراح للملك فهد وقال الله يا أخوي ترى احنا إخواني الكويتين يسوي كيت 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 إما هو تبرع فيها وانهاها وإلا جاء الأخواني بالكويت وانهاو الموضوع ما تحتاج أنك ترسل جيش كبرى يعني وتغزي وتحتل أنت حتى تبريرك ترى ما في تبرير أن الكويت أخذت أراضي أو أخذت نابطة أو إلى خرى أنا بقرأ لك بس بعض النص طيب قال لك أنه طبعا بعد الشعب العراقي وتاج وإلى خرى قال ناشد الأحرار من أبناء الكويت العزيزة القيادة في العراق لتقديم الدعم والمساعدة لدر أي احتمال لمن تسوي له نفس التدخل في الخارج في شؤون الكويت ومصير الثورة فيها في الكويت يعني أوكي وناشدون المساعدة في استثباب الأمن لكي لا يصيب أبناء الكويت سوء وقد قرر مجلس قيادة الثورة الاستجابة لطلب حكومة الكويت الحرة المؤقتة والتعاون معها على هذا الأساس تاركينا لأبناء الكويت أن يقرروا شؤونهم بأنفسهم طبعا البيان أطول قبل وبعد لكن والله أكذب من هالبيان مش يبتح بحيات قيادة كاملة رئيس وحزب ودولة يكذب مثل ما يتنفس غير منطر كذاب من عيون التنفيذ طيب بعد ثلاثة عقود دكتور ما كان لا فيه دورة أولا فيه يحزب دكتور عايد نعم إن كان لنا أن نستخلص دروسا من هذه الأزمة التي عصفت بمنطقة الخليج وعادت ربما أو غيرت الأوضاع بشكل جذري فيها وفي المنطقة العربية ماذا يمكن للعرب أن يستخلصوه في موضوع الخلافات البينية وطرق حلها أو عدم التدخل في شؤون دولة وأخرى طبام الخلاف الخليجي شاهد ينفرح صحيح كان في خلاف خليجي وكانت الأمور صعبة لكن بتحرك أخوي من الأطراف المعنية وبالذات الحقيقة من الكبيرة المملكة التقوا في العلا وانهوا الخلاف والحمد لله رب العالمي تبقى بعض الهثار هذه نكمل وننهيها أنك أنت تفكر بالحل السياسي بالقانوني بالأخوي بالأمور التي لا تؤدي إلى جراح وقتل ودمار وعدوات اليوم نقول لإخواننا في العراق إحنا بالكويت أول من مد يده بعد سقوط النظام صدام حسين وقدمنا كل ما نستطيع من المساعدات وأول من بادر بحضور مؤتمر القمة في بغداد هو الله يرحم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرغم من كل المناشدات بإلا يروح لأن الأمر الأمن غير مستثم وزارها مرة ثانية والكويت افتوحة على العراق كل المعارضة العراقية جاي رايح وكل القوة والتجارة وإلى آخره من عبر الكويت تقديم مساعدات من كل نوع للعراق أيضا بقدر المستطاع لذلك الكويت بادرت ويعني تتغلب على جراحها بالرغم أنها جراح عميقة لكن المطلوب من الطرف الآخر إحنا الآن متفائلين نسبيا أنه بدأ يرجع إلى الحاضنة العربية أملنا أنه يتغلب على طرفين رئيسيين مليشيات إيران وجماعة حزب البعث العربي الاشتراكي وأن يؤسس لدولة عراقية مؤسساتية تقوم على أسس محترمة وتأخذ بعين الاعتبار مصالح بلدها لكن لا تتجاهل مصالح على قريب وحدودهم وحقوقهم دعنا ننهي بالأمل يا دكتور إذا أقدم العراق على ذلك ونأمل ذلك نعم دعنا ننهي بهذا الأمل شكرا جزيلا لك دكتور عيد المناء الأكاديمي والبحث السياسي كنت معنا من الكويت ترجمة نانسي قنقر